الحمد لله والسلام على رسول الله وطبعا شكرين لكم من الدعوة الكريمة وتمنى ان شاء الله ان كلامنا اليوم يكون نقاش اكتر منه محضرة لان المحضرة ساعات بتكون مملة ولكن النقاش بيكون مثمر اكتر صح؟ طيب كان الاصل نحن نتكلم في تدافز لغوي اسمه الاستيقاس ان هو جاي من اليأس يعني ان هو حينما يبدل الرسول او النبي عليه السلام اجمعين كل جهده كل ما اوتي من جهد وعلم وقدرة ومقدرة ويصل لمرحلة انه مش قادر ينتصر مش قادر ينتصر او يحصل على النصر فبيفسر هذا الامر اكترات اشياء اما ان اصحابه بيتخلوا عنه او اعداءه مش مقتنعين فيه او هو شخصيا بيكون ما يشك ان الامام بتاعه قل فعشان كده ربنا بيأخر النصر الاستيقاس لا معناه ايه؟ معناه ما فيش انسان منه يعني يقف عن المحاولة الفرق بيننا ومن الغرب ايه؟ ان الغرب تربى بطريقة انه هو لابد يحاول ويحاول 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 عشان ينجح وعشان ينجز وعشان يبدع فلذلك نجد ان في الغرب حاليا اغلب النظريات والاكتشافات موجودة من عندهم حتى البطلات الريادية وحتى كذا وكذا كلها عندهم كل ارقام القياسية العالمية من عندهم لانهم ايه؟ بيحاولوا مئات والاف المرات فاحنا مش عايزين نوصل في حياتنا لمرحلة الاستيقاس ونشك ان الله سبحانه وتعالى يكون متخلي عننا على الاطلاق مهما كانت الظروف مهما كانت الظروف مهما كانت الظروف تتفكر في شيء برا مهما كانت الظروف ولو احنا نظلنا في الماضي في معشطة اسمها معشطة ايه؟ ابنة فرعون الجزها كان يقال ان هو مؤمن اهل فرعون صح؟ فجزها لما امن بسيدنا موسى عليه السلام قتله فرعون بطريقة يعني مهينة جدا جدا حتى ان في احد الروايات انهم داسوا على جسمه برجلهم وقديهم لغاية ما كل المصارين خرجت من فوق ومن تحت المرأة كان عندها خمس اطفال حبت انها تعيل اطفال فاشتغلت ماشطة لابنة فرعون ولما ذكرت اسم ربنا سبحانه وتعالى لما وقع المشتة وكلكم عن كل القصة فحصل الحوار ما بين الايمان وبين السلطة او القوة او الاخرة مين ربك قالت لها ربي ايه والله لبنت فرعون معقولة ابوكي ابويا مش ربك شفت قد ايه الامر كان واضح للبنت والامر كان واضح للماشطة والبنت هي ابنة فرعون والماشطة هي شغالة عندها واضح الامر بالنسبة لها لما جيه يردها عن ايمانها فرعون يعني رفضت فجاب اولادها لكم عارفين القصة وحط الزيت المغلي وبادي ارمي واحد واحد وهي تتفقية تشاهدهم وهنا الاستيئاس يعني شوفوا امرأة وارملة ومعيلة ومستيئسة لكنها لم تتخلى عن دنها وعن مبادئها وعن قيمها حتى لما جت في اخر التفل الخامس اللي كان رديع قال يعني كان رديع قال لها يعني نار نار الدنيا اهوى بكثير جدا من نار جهنم فاقتحي قبل ما ترمي نفسها او مرموها في الزيت المغلي طلبت شيء واحد فقط شفت قدي حب المرأة لاطفالها وهذا القمومة القمومة تبني امة القمومة تبني تاريخ لان الام امة القم معنا يا منا القم امة قوعوا تتخيلوا ان انتوا دوركم مهمش في المجتمع القم بتبني امة قلت له اجمع لي عظامي وعظام اولادي في قبر واحد ده الطلب الوحيد اللي طلبته الطلب الوحيد اللي طلبته في مرحلة الاستيئاس مرحلة الانسان لما بيجد خلص لا مفر الا انه بيكون في امل لما الرسول عليه الصلاة اللي طلع في الاسراء والمعراج شم ريحة جميلة جدا في الجنة وسأل سيدنا جبريل عليه السلام رائحة من هذي في قوة دي هذي رائحة قبر ماشطة بنت فرعون وحكار القصة بالتفصيل لما حصلت مرحلة الاستيئاس سأذكر للنساء ليه بالذات لأنهم يعني قبلوا بلاءا حسنا في الدعوة الدعوة من 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 الاف السنين مرأت فرعون نفسها لما اسلمت لما اسلمت وكانت بتعاتب فرعون كيف يقتل الماشطة الى آخري الى آخري فحس انها كفرت بدينه مش هو الاله بتاعها وحب يردها منفعش جاب لها أمها زي ما احنا بنكفي العقل ابا نتخانق كده طب حاجب لك أمك طب حاجب لك أبوك طب حاجب لك عمتك طب حاجب لك جارتك مفيش فايدة بدأ يعذبها لدرجة ان هو حطها في وسط الصحراء وضرب حط المسامير في اديها ورجليها في وسط الصحراء وفي وسط لهي بالشمس ولم ترتد عندينها اللي أم نبين اللي هو دين موسى عليه السلام ودين اللي هو مؤمن آل فرعا ولما كان بيهددها علشان يقتلع اللي هم تريد أعظم صخرة عشان نرميها عليها فقالت في هذا المكان رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني ونجيني من القوم الظالمين فبدأ ربنا سبحانه وتعالى يريها مقعدها في الجنة فبدأت تدحك وتبتسم وراح عنها كل الألم فكان فرعون يعني بيشهد الناس عليها إنها مجنونة إزاي أنا بعذبها والمصامير في قديها والصخرة حتريمها عليها ومش حاسس إن الإيمان في مرحلة الاستيقاس بيعمل أشياء لا تحقيلها البشر وماتت يعني رحمة الله عليها فالواحد عايز يخرج من الأمثلة البسيطة للنساء دول إن دي تعتبر بالنسبة لنا لا يأس مهما كانت الظروف أنا متفائل كنت متفائلة؟ زي؟ دب أنا متفائل أكتر مني يلا هل تتفائلك على تفائلي ونعمله مع بعضه وشو من اللي حيغلب أنا متفائل يعني بطريقة مش ممكن يعني دي لما ينفعش نعيش الإنسان فينا يخش في خن ويخش في نفق ظلمة ويقعبها يقول ظلمون راح لراح يا رسول صلى الله عليه وسلم لما مات سيدنا عمر مسك السيف وقال لما أسعرف مسك إيه في يده وقال ما ينقى يعني منقلة محمد المات وسأقضر بعنقه أو حاجة زي كده أو محمد إلا رسوله قد خلق من قبليه الرسول خلاص موضوع انتهى واستمر الإسلام إلى الآن الإسلام هو دين بيحارب من 1400 سنة وأكثر الإسلام هو دين بتحارب كل القوى في العالم وكلما يحاربوا هذا الدين الدين يقوى كلما يقتلوا أصحاب هذا الدين الدين يقوى وكلما يبيدوا أصحاب هذا الدين يا ربنا يعني بعد اللي حصل في روسيا أيام الشيوعية وانرحت الشيشان في 1992 كان فيه شخص اسمه أحمد ده بس للقصة بتاعته كان كل أمله أن يبيع الشقة بتاعته في كازاخستان ويرجع بالفلوس دي دي الأهل اللي هو تحرم من شريةهم حاجة واربعين سنة حاجة واربعين سنة تحرم منه لم ييقس أن في يوم من الأيام حيرجع ولم ييقس أن في يوم من الأيام هو مسلم زي ما هو فسألناه أنت كنت عايش كمسلم إزاي أنت كنا ما منصليش طول النهار بالليل نطفل أنوار ونقفل الأبواب ونخش أنا عنده غرفة داخل غرفة وكل ما عنده قال لي أنا خدت الكتاب ده من أبويا اللي هو القرآن نسخة من القرآن قديم ما بقوا إيه بالية هو ده اللي تنعب من الدين هو ده اللي تنعب من الدين كان هدف آياته وأمر حياته أن العشرة ترفض ضربة عشاقة دول يرجع عند دي الأهل في داغستان هدو من داغستان ودوه لكزاخستان إلى آخر فالسياس هنا ما خلاش أحمد رحمة الله عليه لو كان عايش أو ميت أن يفقد الأمل أنه حيقابل أهله أن يفقد الأمل أنه حيصلي كل يوم إن شاء الله حتى الصلاة ما تفهمش لكن ربنا هو إيه اللي بيقبل الصلاوات دي في مرحلة للسياس قبلنا مين قبلنا أكبر المساجين سنا وأكتر منسوجنا في ألبانيا أكتر من 40 سنة كان كده شيخ المساجين هو فعزمناه على الغداء وده كان في ديسمبر كان في آخر ديسمبر سنة 1990 كنت أنا بزور ألبانيا مع أسعدتها كلكم عارفينه يمكن نقطة ساخنة وكان شاب تاني من مقدونيا فالراجل بعد ما تغدين مع بعض رح ما طلع عليه حقيا أو ميتا يعني وقف قدام الفندق بتعطيرانا ده وقعد بيتكلم كلام كده وبيهتزه وهو بيتكلم وبيعيط احنا بيتشوف مين حاجة بيعيط بيتكلم وجسمه بتهزم يعني ايه منفعل فعلا منفعل ففي الآخر سألنا هو بيقول ايه قال ده بيقرر الفتح كل ما تبقى له من الدين كانت فاتحة احنا ما عارساش هي ايه درجة الاستيئاس اللي حر المر بيها لم تفقدوا الأمل ان في يوم من ايام حيخرج في يوم ايام حيكلم الناس في يوم ايام حيعرف قضيته في يوم ايه الى اخره الى اخره فاوعى نأخذ الاستيئاس ده اللي جاءت للرسل قبل كده ان هو يخلينا لا نستطيع اننا نكمل مسارتنا في الحياة لا نستطيع اننا ندير مجتمعاتنا اللي احنا موجودين فيها لا نستطيع اننا نحاول نصلح مجتمعاتنا احنا ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى اعطانا اعظم الانبياء صلى الله عليه وسلم وخاتم الانبياء والمرسلين واعطانا القرآن اللي احنا نقول فيه اعوذ بالله اننا نحن نزلنا ذكره واننا نحفظين يعني محفوظ بفضل الله سبحانه وتعالى واعطانا منهج لإقامة أركان الحياة منهج الانسان اللي عايز يعرض ايمانه يعرض ايمانه على مجتمعه اللي عايز يعرض ايمانه يعرض ايمانه على مجتمعه انا ايماني خلاني اعمليه في مجتمعي انا ايماني خلاني اعمليه في تخصصي انا ايماني خلاني اعمليه انا بعمل زوجتي او بعمل زوجي او بعمل أبنائي او بعمل جراني في اخلاقي انا ايماني خلاني اعمليه في علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى حينما لا يراني أحد يعني هل أنت بمرتقى قيم الليل مساءً أو فجراً أو قبل فجر بأن ننادي ربنا خوفاً بأننا نكون منافقين ولا لا محدش شايفك محدش بيسمعك محدش بيكلمك خشت أن تقوم هذا الليل بينك وبين ربك وتشعر أنت في نفسك من الداخل بأنك تنافق لجلق من الإيمان الإيمان مش حدوتة كده شيخ يجي يقول هنة في حبة حواديد حصله في سيرة الصحابة أو سيرة الصالحين أو حبة أدخل إليها الإيمان هو التطبيق العملي له في أثرك في المجتمع يعني أثرك في المجتمع هو إيمانك عملك للمجتمع هو إيمانك خلقك مع الناس هو إيمانك واضحة؟ واضحة ولا أقول حاجتين بالإنجليزي؟ هو للإيمان الإيمان مش مجموعة الدين بتاعنا مش تقوس الدين تقوس بتاعنا مش تقوس والعبادات بتاعتنا لابد تتحول إيه؟ إلى عمل وعمل نستطيع أن نحن نقيم بمجتمعات يعني الفارق ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا موسى عليه السلام إيه الفارق من الاتنين؟ حد يقدر يقول لي؟ الاتنين يقول العزم من الرسل صح؟ حد يعرف الفارق إيه؟ أقامة المجتمع والتنين عادتين يكون من مجتمع واحد نجح والتنين ما ننجحش ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع مين؟ ها؟ مين فكر المقولة الهلوي الصحابي الأنصاري لما كانوا هيتخلوا عنه إلى آخرين حافظ المقولة أنت؟ مش حد في المقولة لا فما نتكلم عن الفارق ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في أقامة المجتمع وفي سيدنا موسى عليه السلام أن سيدنا موسى كان مع السحابة اللي هم رباهم وقام بهم مجتمع سيدنا موسى مجرد ما عدوا البحر وانتقلوا وراحوا سيناء تركوا وعبدوا العجل ففارق كبير جدا أنه أنت بتقيم المجتمع لابد تكون تربي معك مجموعة من الناس يؤمنوا بقيمك يؤمنوا بعاقدتك يؤمنوا بثقافتك يؤمنوا بإلهك وبربك وبدينك بالأصل كده وإلا الاثنين سيدنا موسى عليه السلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أقول لعزم من الرسول دول عبدوا العجل ودول عبدوا الله سبحانه وتعالى فلذلك بناء المجتمعات مستهل سهل ولا مستهل بناء المجتمعات مستهل بناء الأمم مستهل بناء الأصل مستهل بناء الأخلاق مستهل أصعب شيء بيواجهنا كلنا ليل نهار هو إيه؟ حد يقدر يقوله؟ ليه أكتر شيء معدلة بالنسبة لي آية نفسية كل واحد فيه ما شفيت آه؟ اللي هو النفس صعبة صعبة يعني احنا عادين نغير مجتمع لكن مش قادين نغير نفسنا عادين نغير مجتمع لكن مش غادين نغير أخلاقنا عادين نغير مجتمع لكن مش غادين نغير سلوكنا تعاملنا مع زوجاتنا شكله ايه? تعاملنا مع الشباب زميلنا شكله ايه? تعاملنا انا حدي مثلا احد الامثلة البسيطة الانسان لما بخش يتوضع. ويترتش المية. كم من انا عمل كده ولا? بنشف المية في الحمام ولا بنشفش? بنشفش. ما بخش الجامع. بحط جزمتي مظبوطة ولا في الرف بتاعها ولا ما بحطش? اما بركنا عربية بركناها صح? ولا بركناها بخط ولا خط ولا خط ولا خط دي سلوكيات بتدل على نوع الايمان اللي عندي انا. زي كنت انا بحط الجزم بتاعتي مظبوط. ولا بنشف الحمام. لو محطش معايا في الحمام. ولا بركنا عربية صح? حقين مجتمع ايه? في الحاجات البسيطة دي التفهة اللي احنا نعتقد انها تفهة وبسيطة وما داش اي قيمة هي اساس ان الانسان بيلتزم. سواء كان الانسان ده رجل او امرأة شاب او شابة. انا باتكلم معاك وانت خدت خلصت انت دراست ايه? هندسة. وانت خلصت دراست الكمبيتر ساينس. حتى اني خلصت? اه? اه? خلصت ايه? سريعة. انا بعد ما خلص انا عايز اعمل ايه? مش انا خلصت عشان اخد ايه? عارفين الفرق? بعد ما خلصت انا عايز اعمل ايه? مش خلصت عشان وظيفة. مش خلصت علشان شيء معين. لا ده هي مسيرة. بناء المجتمعات بتبني بي انا. في الشريعة تخصصت. في الكمبيتر الساينس تخصصت. في هندسة. وبني اتخصص علشان زي ما الناس عملوا السوشيال ميديا. بي اللي كان هنا شغال في الحد تاني انت شغالة في ايه? اللي هو الحديث ده. طيب ليه انا ما اعملش? يكون عندي القدرة على بناء البرامج. لأنا ما اعملش. يكون عندي القدرة على بناء نظريات جديدة. لأنا ما اعملش يكون عندي القدرة على اكتشافات. لأنا فقص بق وقف. وبعدين. وبعدين. لازم اقول وبعدين. ما ينفعش ان احنا نقعد ونقول والله احنا الامر بقى مسود ومكفهر وظلم وكذا 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 ونعم ما بعملش حاجة. خلصت كلية الطب خد دكتوراه. خلصت دكتوراه اعمل ابحاث. خلصت ابحاث اعمل نظريات. خلصت نظريات اعمل ابتشافات. ايه المشكلة? ليه الاخرين بيسبقونا? لانهم مؤمنين. وإيمانهم برغم انهم قد يكونوا مسلمين او غير مسلمين. مؤمنين بانهم عندهم دور في بناء المجتمع. وهكذا العرب اللي هم العربان الاعراب لما امنوا غيروا وجه البشرية كلها. صح او ها? لا غيروها. لما انا اخور خارج اننا خارج من وسط السحراء خارج من 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 قبلي شديد. حروب يعني في حرب قاعدت ما بين الاوس والخارج. لا حرب البعاصة الاسماء. ها? البسوس. قاعدت كم سنة? 40 سنة. بين مين? قبلي عربية. قبلي عربية. دول خرجوا بعد كده عملوا ايه? ها? خرجوا بعد كده سيدنا ربعي ابن عمر قال لي قال لي قال لي قال لي لكسر قال له ايه? كسر قال له عايز نجد ديك حبة اكل حبة قمح حبة هدوم حبة دهب انت اعرابية كزا 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 كزا. قال له ايه? قال له لقد جئنا لاخراج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. ومن جور السلطان الى عدل الاسلام. ومن ضيق الدنيا الى ساعة الدنيا والاخر. مين ده? مين هو ده? هو ده الاعرابي اللي كان يتهكم عليه كسرة في الوقت ده. لكن لكن ايمانه دلالة ايمانه. وحقيقة ايمانه كان في وقوفه اقوى من كسرة. امام الله سبحانه وتعالى هو حادث كسرة. صح ولا غلط? فالانسان لما يتكلم مع نفسه يعرض نفسه على ايمانه. ثم يعرض ايمانه على مجتمعه. ما ينفعش. الصلاة لوحدها مش. كل واحد بيصلي. المنافق بيصلي. والسارق بيصلي. والزاني بيصلي. وكذا كذا كذا. لكن انا مؤمن. يبقى حقيقة ايماني ايه? حقيقة. الايمان ليه حقيقة. فاكر الحديث. ما حقيقة ايمانك. ازمقت ليلي. ايه? اه 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 ازهرت ليلي. وازمقت نهاري. شفت لما لما يخلي الليل يقف معا يتعبد كما يتعبد هو امام الله سبحانه وتعالى. ولما يخلي النهار وهو سايم يشعر النهار بزمأ الصحابة. الشرسولة لهم في الاخر عرفت فالزم? حقائق الايمان ليه حقيقة. وعمرنا ما حنقدر نغير مجتمع او نبني مجتمع من غير بدون ان يستقر الايمان في قلبنا. والامر امر شخصي. الامر امر شخصي. الامان لما بيستقر انا اللي بسعى لكي يستقر الامان في قلبه. الامام لما بيقوى ويتعمق انا اللي بسعى. حبنا بييجي يقابلني الساعة كام قبل الفجر؟ ساعة اربعة؟ ساعة ثلاثة؟ ساعة خمسة؟ لتحسسنا. الاصل الامر ايمان يتحول الى عمل ايمان يتحول الى عمل. ايمان يتحول الى عمل. انا فيه كده كلمتين ساقولهم بس عشان افتح شوية وانا بتكلم. لا تتحدث معي عن دين لا يتحول الى خلق. لا يتحول الى خدمة مجتمعية. لا يتحول الى بناء. لا يتحول الى حماية الحريات. لا يتحول الى عدالة اجتماعية. لا يتحول الى رفع الظلم ورد المظالم. لا يتحول الى تكامل وتعاون وشراكة. اتحول الى حب وغد واخاء. الى تنازل وتواضع. coi يعلم تنازل إن أنا أقدم مصلحة المجتمع ومصلحتكم عن مصلحة أنا الشخصية ده التنازل إن أنا لا أنتصل لأكون الأول نحن لا ننتصر نحن ننتصر لأن تتحدث معي عن دين لا يتحول إلى وطن ونهضة وحضارة العرب لم يكن لديهم وطن لم يكن لديهم حضارة قلت شعر له بنقضة الديني اللي مش هتحول كده ده مش ديني ديني الشيطان لو تتحدث معي عن دين لا يعيش الواقع واقع المجتمع مشاكل بتاعتنا في المجتمع الطلاق الغلو الظلم الإلحاد هروب البنات والشباب من البيوت التصرب من التعليم الجهل والجهالة دين ما ينفعش يكون دين من غير ما يعرف المجتمع في إيه أو أصحاب هذا الدين ما يعرفوش كيف يتعاملوا مع مثل هذا المجتمع لا يعرف سبل الحياة ليقدها ومسالك الثقافات ليعززها ويغير أشياء فيها لابد الدين يغير بيه نحن بيه نحن نغير بيه نحن ربنا استفعنا عشان نكون مسلمين استفعنا عشان نكون مؤمنين استفعنا عشان نجعلنا خير أمة وخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله شروط الإيمان بالله هي النهي عن المنكر والأمر المعروف لو تحدث معي عن دين الأقوال والأشكال حجاب بتاعي شكله إيه الموضة النهاردة شكله إيه أصبحت الموضة أقوى من الإيمان اللي في قلبي صلاة كان عند الشباب أو عند الشباب فنتقضنا وراه فاشل نحن نتكلم عنه لو تحدث معي عن دين الأقوال أو الأشكال أو الأثقار أو كثرة المقاض دين الشعراء والمنظرين والأدباء والمثقفين دين النخب والصفوة الزمراء تحدث معي عن دين المؤمنين الدين الذي يبني إيمان المؤمن ويجعل المؤمن والمؤمنة قادرين على بناء الحياة وأركان الحياة في كل زمان وفي كل مكان هذا الدين اللي نتحدث عنه هل إحنا قريبين من مثل هذا الدين ومثل هذا الإيمان هل إحنا قريبين قبل منشوف ربنا بيمتحننا إزاي في حياتنا منشوف إحنا في حياتنا الخاصة بنعمل إيه إحنا في حياتنا الخاصة بنعمل إيه أنا مش عايز أطول كثير عشان عايز كنت تسأله لا أتحدث معي عن دين لا أعرفه لأني لا أعرف مدلولاته في أفعال المؤمنين وأعمال التابعين له وأثار المهتدين بهدي دين لا أرى وكيف أن نرى الدين في وجوه المحبين مؤمنين من أمثلكم وقلوب الصالحين وخطو الذاكرين وعباد الشاكرين لا أتحدث معي عن دين لا أسمعه وكيف أن أسمع الدين في روايات العابرين وحكايات الصابرين من تاريخ الذاهدين إحنا دين إيه بقى عملنا إيه في دنيانه وبقى بنسخط بنسخط على من حولنا ليه إحنا عملنا إيه؟ إيه اللي عملنا إيه اللي قدمناه؟ عملنا زي ما شطت بنت فرعون عملت بعد ما رأت جزها ورأت خمسة من الأطفال أو أربعة من الأطفال يرموا في الزيت المغلي إيه اللي متحننا إيه؟ ربنا متحننا إيه؟ إيه التضحية اللي إحنا قدمناها؟ إيه العطاء اللي إحنا عطناه؟ إيه الصبر اللي إحنا استبرناه؟ رب نسخط على إيه؟ إيه قيام الليل اللي إحنا بنقوم بيه كل يوم؟ وإحنا عقمنا الليل فعلا كل يوم؟ بنا ومن نفسنا؟ هل إحنا لما قلنا القرآن فاهمنا القرآن؟ عشان يتحرك بنا القرآن يكون هو الروح اللي في داخل القلب الروح اللي بتضيء أركان الجسد ويخلي الإيمان راسخ في القلب؟ إيه اللي إحنا عملناه؟ إيه إحنا ضاجرين على كل شيء؟ ولإحنا بنسأل نفسنا ونفسنا وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد خاب من دسها الليل رسول صلى الله عليه وسلم كان بيقيم الليل كل يوم وهو قد غفر الله وله وما تقدم من زنبيه وما تأخر ليه؟ ليه كان بيبكي ليه؟ ليه كان بيصهر كان مهتم مهموم مغموم بكل واحد فينا لو اطلع عنا رسول صلى الله عليه وسلم وخرج بلوقتي بعثاه الله مرأة أخنا حيعرفنا؟ حيعرفنا بإيه؟ لعملنا قبل أقوالنا عملنا قبل أقوالنا من اللي احنا بنتكلم عليه؟ هي مسئولية فردية يوم ما حنقر في الشباب أمام ربنا سبحانه وتعالى حيسألني مش حيسألني عن قضية أنا مش قدها حيسألني أنا عملت إيه في الحي بتاعي؟ أبدأ إلى أن أتدرج من أبي وأمي وأبنائي وأبناتي وأخواني إلى أخواتي إلى مرحلة تانية واللي يكلف الله نفسنا إلا وسعها في واحد فينا هي استطيع أن يشيل هم زوجه أو زوجها وفي واحد الثاني يشيل حم البلد كلها إحنا فين في النص وده الإنسان وقبل ما نلقي السهام في ظهور أو شدور من يكتهدوا ويخطئوا ولا يصيبوا ونشتمهم ونغتبهم وكذا وكذا طبعا أنا عملت إيه؟ هو أخطأ هي أخطأت طبعا أنا عملت إيه؟ إيه؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحسبوا وذنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم ولا عليكم ها عليكم ده الأمر فالأمر فردي ثم جماعي ثم مجتمعي ثم على مستوى الوطن ثم على مستوى العالم كله لأن ربنا سبحانه وتعلم أرسل سيدنا محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لأن ده سيدنا محمد لكن أنا لما أختي بتندهلي مثلا ها ومش عايز أرد وأنا صاحي ومكسل بقى طلع رأسي في الدنيا برد وده دين صح والغلق يا بنتي تعال بس لبقوا مش معمولين إيه؟ وعايز أعملهم أنا بذاكر يا ماما وإنتي أم بتذكريش قاعد مسكة التليفون كده فين التليفون؟ هالتليفونة تعبد الآد يا ماما أنا بذاكر عصنا عندي متحان بكرة اللي تبقى تحت يا بنتي صح والغلق يتحكوا عملناها وانا تغيرين عملتين أنت كمان؟ أكيد كنانا عملناها فهو ده التدرج في معرفة الإيمان وحقيقة الإيمان في القلوب في ناس بتدرجة نهم لأنهم أصحاب مهمة وأصحاب هم وكل صاحب رسالة مهموم أقولها تاني كل صاحب رسالة مهموم تجدوا الهم في وشه قابلت تلاتة أنا لسه وأنا كنت في سويسرا من شكلهم كده عرفتهم هم ما جايين ليه؟ كان في مؤتمر لأهم متحت من شكلهم عرفتهم عارف مش أعوذ منها مش منها عارف عني تعرفين من شكلهم أنت شايل حلة إيه؟ تجن ستك ولا حلة ستك؟ تجن ولا حلة أنت بقيت مغربة شايل تجن ستك على رأسك ليه؟ لأنه هم قيل عن سيدنا صلاح الدين الأيوبي لما كان راجد الناس تدحك قال كيف أدحك؟ والقدس أسيرة صح؟ عارفش يدحك صاحب هم صاحب هم وهم عايش معاه مش هم معدي عليه ممكن لواحد صاحبه يموت يا تفوى الله سبحانه فيحزني من ثلاثة وخلاص ونقل بالصفح الآلي حلعب الزمالك إمتى؟ الترسانة هتلعب الترسانة هتلعب لوقت ألا ما تلعبش؟ ما تلعبش والحاجات دي كلها وقال محمد صراحي ما جابش جون مبارح ليه يا يوسف متعرفش ليه؟ ليه هو ما يجيبش جون؟ وهكذا تخيلوا تخيلوا احنا منشغلين بلعبة لا لنا فيها لناقة ولا جمل مين اللي بيلعب قدامك في التلفزيون؟ 22 لعيب طب أنا بعمل ايه؟ بصوت شفت قدي ايه؟ بأزمح مخنا منشغل ومقلوب بين السنة بس ايه؟ ما هخلص بعد ايه؟ أحصلني بعد بعد ما تش ايه؟ في الخمس زائب بتاع البريك شفت قدي؟ وبعد أن يجي نطلب من ربنا بسبحانه وتعالى النصف نطلب من ربنا سبحانه وتعالى النجاح طب وبعدين كيف نازل ايماننا؟ وإحنا عايشين في مجتمعاتنا أنا شخصيا أكثر واحد أقدر على أن أزن قيمة ايماني بمدى عملي والبركة اللي بيجيه لما أخرج مع طفلة أو مع طفلة أو مع رجل لو قد سمعنا صاحب هذا القبر لو سيدنا عبدالد المصعوب لما لقى الرجل مثل ما معتكف في من كان من صار في حاجة يجيه خير لهم أن يعتكف في مسجدي هذا كم؟ شهر 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 في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكاف هو ممكن مسلا يخرج أي أخذ بجرد ده مسلا ضرير يعدي الشارع تخيلوا بقى هو ده الدين الدين خدمة مجتمعية ما ينحقتن بحاجة أقولها قد تكون غريبة على البعض أنا بقول أعوذ بالله مشان نجيه من كلمة أنا دينة هو دين مدني اللي يجي يضحك علينا يقول عصد دول كده ودول كده لا دينة يؤمن بمدنية المجتمع ليه؟ لأن المدنية معناها أن الشخص قادر على العطاء أنا وأنت وكلنا قادرين على العطاء ما نجيش بقى نقول لأن الغرب بحطك وبعد التعريفات أنا أعمل التعريف تاني المدنية بان خلال إيماني ومن خلال قيمي أعرفها تعريف تاني وأن ليه نأخذ كل تعريفه وخلاص قدر على أن تعمل تعريف المدنية اللي هو مواطن اللي جاي من الحضارة أنا ليه؟ رسول عليه وسلم كرسول جيه علشان يقيم رخاء في كل جانب من جوانب المجتمع بالعلم بالدراسة بالخبرة بالمعرفة بالتعامل الجماعي إلى آخره إلى آخره ببناء المجتمعات من أصعب الأشياء دلوقتي يا أخ هشام يا مش مش من أصعب الأشياء دلوقتي أننا أبني مؤسسات مجتمع مدني طرع المجتمع وأنا بقول لك هو ودي في ناس كده ما بيحبونيش فيها لأن أنا دائما بأتكلم عن بناء مؤسسات مجتمع مدني البلد من غير مؤسسات مجتمع مدني هي بلد هشة هشة لو جات لها أي هزة حتى نهار مؤسسات المجتمع المدني عندكم هنا في مهندسين مش كده في مهندس مش مهندس ورامي مهندس قلوهم يعني إيه سلك الروباط كان غاية كان غاية ما كان خايف محاضرة سلك الروباط ده بيستخبى بقى ها انت مهندس هو الجدع هو اللي جاي من علم عام اهو أما تيجي تعمل الحديد الأسمنت اللي هو الأسمنت المسلح حديد المسلح ده عشان يمنح الأساسات بتول بتسيخر حديد ببعضها اسمه إيه بقى بس ما اشتعلت حبل 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 جاي منين ده جاي منين ده أخي ده اي منين ها يعني هو بنتلك اسمه إيه رباط سلك اسمه إيه رباط زي رباط يقولو إيب إيب خلاص لبستنا في الحيطة يا عم فشوفتوا انتو تكلفة العمارة قد ايه تطلع مثلا عشرين ثلاثين مليون ها تطلع العمارة عشرين ثلاثين مليون جنيه لكن من غير سلك الرباط ده اللي بخمس تلاف جنيه بتقومش العمارة انت بقى سلك الرباط الجمعية انت سلك الرباط لأنه تمسك بتمسك المجتمع من تحت تشبكه من تحت في كل مجال من مجالات المجتمع في كل مجال ما في مشكلة اللي نعملها جمعية أبدا وبعدين نبدع فيها وبعدين ننجز فيها وبعدين نقدم فيها خدمات للناس كلها فلا تتخلوا عن انكم تبنوا جمعيات وتبني مجتمع مدني واننا نكون فخورين جدا بما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إياه أنا حقف عشان أنت عادي نكون أسمائلة كثيرة جدا وعادي أنتوا قولوا قراءكم واجزاكم الله خير يعني عشان لوح ما يقولش ايه أنا معاش الكلام تقديه كلام تقديه عبدالعاد نصر والله أنا كنت فكر وانا خلاص خلاص أنا توبت إلى الله الفضل لوح في حد عندي أسئلة وأضافة الاخرة ها؟ اللي عايز روح يجيب أي حاجة يجيبها ويجي أصلا أنت عمان تبريك ها؟ يعني اللي يجري روح يجيب كباية قهوة يجيب كبايتين كباية شاي يجيب كبايتين ها؟ اللي عايز يخدم يجيب للناس كلها بقى ها؟ اللي عايز يتكلم يا شباب اللي عايز يقول اسأل توقّروا على الله تفضلي لا دا ممكن أكل بعد نجس انت عايز تاكل يا شباب طيب الأكل أول يلا يا شباب أنا جاء عشان أسمعكم مين؟ مين حيقص الشريط؟ زي كميمو ها؟ ها؟ يعني نظر إن إحنا نحتاجين آآ تواطع مريكة أيوة؟ يعني جيد جدا إن إحنا نبقى عندنا آآ النظرية مكتملة فكرة مكتملة احتياجنا لخطوة عمل إن إحنا نقف قدام ربنا سبحانه وتعالى نسأل فردي القضية دي وضحها أساسي ما عندناش في دا خلاف ومحتاجين التذكير بيه بصورة دائمة بحيث ربنا سبحانه وتعالى قال وقل عملوا أيوة؟ فالعمل سبقه قول طيب القضية خطوات عملية مدروسة معروفة مزمنة نقدر نحاكم أو نحاكي نفسنا لها على طول الوقت في شريح متعددة وفي وقت متعدد يعني فريضة الوقت كذا بتختلف باختلاف مكاني بتختلف باختلاف سني بتختلف باختلاف المهام المنوطبية فلو حضرك تساعدنا في الصورة دي تبقى حاجة هيدا كده طيب دا دا لوحدها محاضرة يعني أنا حدي مثل من خبرتنا الشخصية يعني أنا عشت بكلمة بردك آه عبد الله ومثل يعني أنا عشته حوالي لغاية دلوقتي يعني تلاثين واربعين سنة يعني تقريبا لما بدأنا عمل في الجمعية اللي احنا عملناها يعني في العمل الخيري كانش عندنا أي إمكانيات دا ما نقولك كم دا ما كنت تسمعته أكثر من مرة ولا أي إمكانيات ولا طرابيزة ولا مكتب ولا أي حاجة اشتغل بلا شيء من لا شيء لكن أساس النجاح فيها إيه أن أنت كان عندك بذرة لقيت لها تربة صالحة حطتها ما سبتها شيء ومشيت بدلت تتراعيها لغاية ما أصبحت شجرة خلت سنين هجمت الناس تتكلموا عنها كلام سيء كذا ولا يهمها لا تتخلى أبدا عن البذرة بتاعة الشجيرة اللي طلعت ديه دلوقتي أصبح لها يمكن ألاف العمال في العالم كله أصبحت مئات الملايين بتجمعهم أصبحت لها دول كثيرة لها دول كثيرة في كل حاجة بس أساسها من أن أنت عندك هدف واضع ما يهمش هو إيه الهدف المهم أن أنت تكون صابر على تحقيق مثل هذا بأول حاجة الهدف واضح تاني حاجة يكون عندك الصبر تلات حاجة يكون عندك الرؤية تلات حاجة يكون عندك الإصرار لأن بالنهاية مهما كانت هي سواء كانت بذرة أصبحت شجرة أو أو إلى آخر فكل الأعمال العظام دي كلها بدأها شخص زي حضرتك أو زي حضرتكم وقعدي رعية زي الفلاح بالظبط الفلاح شفتوا اللي هي الغطان بتاعة القط أحد يشفيكم شافها اللطعة لما بتيجي عارفين اللطعة اللي هي الدودة بيجيب كل الناس عشان يشير اللطعة دي لأن ده خلاص ده اللي يشاف اللطعة ده إيه؟ معناها أنه كل يوم بيعود في الغيط خمس ست ساعات ليه؟ لأن خلاص ده الهدف بتاعه أكل أولاده وأكل اللي هو عصب حياته فلذلك نجي أنت بقى وقعين أنا عايز أشتغل مع الأطفال أعملهم جمعية للأطفال يقول لك أبدأ بسيط أوعوا يا أخوانا تقولوا أنكم هتبدأوا مثلا في قضية سوريا مثلا عندنا ناس هنا شغلين في القضية السورية وسوريا دي فيها سبعة تمانية مليون نازحين في الداخل وفيه ببرة مش عارف كام إلى أخير يعني كلهم على بعضهم تاع البعض وخمس سوريا أو قضية اليمن أنا سيكون جهدي بالنسبة لقضية السورية سيكون قادر على أن أحل مشكلة العشرين مليون يمني أو عشرين مليون يمني لا أنا أبدأ بأي على قضية بدأنا في أماكن من لاشئ والله من لاشئ أول زيارة عملناها للسودان في جنوب السودان بالذات كان هذا حلم حياتي كان الكلام ده في ألفين وثلاثة هناك نروح جنوب السودان مش السودان اللي هو عند خرطوم يعني آه وكان لسه آآ آآ لسه الانفصال ما كانش حاصل وكان حاصل إيه؟ مش حتى ما كنتش عارف الجنوب الآن شكله إيه؟ ما كنتش عارف أنهم يخشوا للجنوب من كينيا ويخشوا للشمال من خرطوم قد لما عدت مع السفير البريطاني في آآ في الخرطوم مش كده؟ السفير البريطاني في خرطوم فتعف قال لي إيه؟ قال لي في سودانين كان كام ده في ألفين وثلاثة عايز قلني سودانين فيهم أنا طبعاً كنت قاعد والله الحمر لو كان جنبي كان مأمى بلك ليه؟ لأن أنا مفهود أكون عارف أن الشمال ليه عاصمة في الوقت ده والجنوب ليه عاصمة فأنزلت على سماكيدي على كينيا قابلت المعارضة اللي هو الجيش التحرير الشعبي بعد ما استشأرت اللي هو الوزير الخارجي السودانية اللي هو كان مكتور مصطفى عاصمة قال نروح دول إخواننا وقعوا بمعام إلى آخر يا فرح ما فيش أي إمكانيات على الإطلاق مجرد ما الأم المتحدة شافتنا أجرنا طيارة ونزلنا كوافد رسمي وكذا وكذا ما سدقوا لجمعية من الجمعيات جت ونموا عليها الأموال كلها فاتعمل برنامج غير عادل أنت أبدأ وخلي بالك جزء منها اللي أنا قلت في الأول ده مدى إيمانك بحكتين مدى إيمانك بربك سبحانه وتعالى ومدى إيمانك بقضيتك الاثنين دون يجب أن يكونوا مدى إيمانك ببعض التوفيق لما بيجي ما بيجيش لأن أنا شاطر بيجي لأن ربنا اطلع سبحانه وتعالى على قلبي وعلى إخلاصي وعلى عملي الاثنين مع بعض يعني في ألفين والأربعة كانت في الشيشان أديكم مسألة تانية عارفين الشيشان فين؟ عارف الشيشان فين؟ طيب يا سيدة الشيشان ها؟ مر بحاربة في ديسمبر ٩٩ وبحاربة في نوفمبر ٩٩ هلأ؟ في نوفمبر ٩٩ دي إحنا كان ميزانيتنا ١٠٠٠ دولار أي مصيبة بتحصل منطلع ١٠٠٠ دولار لما أنا لوحت هناك كنت أنا معايا المسؤول المكتب اللي كان ميزانيته السنوية ٣٠٠٠٠ ألف دولار اللي هي الأضاحي ورمضان بعدت معاها قلت له يا محمد قال لي إيه؟ قلت له إيه رأيك؟ زوجها كمان مية؟ قال لي مية تبقى كتير عمره مصرف مية فكلمت المكتب يحط لنا الصفر الزياد خلاص؟ لما لفنا ودخلنا جروزني ورجعنا وشوفنا المخيمات والناس اللي كانوا عاشين لو أنتم تبصتوا على مخيمات سبوتنيك اللي هي في الخطرات والأجلات كلها عائلات قاعدة في قطر في الصالون بتاع القطر الأب والأم في الحتة هل هناك ناس قاعدنا على الأرض؟ وعلى الكلبة رجل نايم وفوق ممكن تكون مثلا بنتين خمسة أو ستة أو سبعة وقاعدين في هذا الصالون والشهور ما كانتش معنا فلوس خالص خالص إلا أن احنا حبينا نعمل شيء فرجعنا بعد ما لفنا على المخيمات دي كلها قلنا نعمل ايه؟ كتبنا مشروع وأنا أنا بعرفكت المشروع والله ما بعرفكت المشروع والدكتورال اللي أنا عملتها سقطت فيها وبعد أن نجحت فيها بعد كده وعرفش يكتب كتبنا تصورنا وتخيلنا فالصفر المئة ألف دول قلنا المدير المالي والمدير الإغلاسة اللي هو كان موجود نرعزين مليون كان حيصوت صوت صوت يعني في التليفون شو يا شكرا حضربني خلاص؟ سنة ألفين أعتقد في فبراير ألف مارس كنا صرفيني اتنين مليون دولار مش جمعيني اتنين مليون دولار لأن في الوقت ده ما كانتش فيه إلا أنت اللي هناك فأنت عملت إيه؟ أنت خطرت بحياتك خطرت بمستقبلك رحت هناك في منطقة أنت مش عارف رايحة ولا حترجع تاني حرب حرب يعني حرب مقبلك؟ فكل الحاجات دي كلها أنت بتمني بها مؤسسة تبني بها مؤسسة جزء منها فيها التجربة وجزء منها فيها المخاطرة والمخاطرة جزء من النجاح مقبلك؟ هل هناك أختي عارز تسأل سؤال؟ هل هناك أخضم الكلام؟ هل هناك أخضم الكلام؟ شوفت كلمة خضم دي؟ وبتفخها من الخار خضم الكلام أفضل تاية تفضل يعني إن كان من ضمن الكلام شعرت أنه الواحد المفروض ما يفكر بمشاريع كبيرة أصلا أنت تفكر بمشروع من جو الكلام أنه نحن المفروض نشتغل بالحارة بالبيت بالعائلة بالأسرة نبدأ بأنفسنا لأن نحن في عنا نظرية منظمة التحرير اللي دائما بيقوله نحن ما رح نصلي وما رح نصوم وما رح نتعبد لحتى رأس الهرم يصلح هذا الشيء خاطئ تماما وعنا الجماعة الوهبين اللي بيقول لك شو اسمه ولو جلد ظهرك ولو يعني تأمر عليكم عبد الحبشي كأن رأسه زبيبة هدول شطوا في ذلك وهدول شطوا في ذلك ونحن عم نقول أن نحن منهجنا وسطي ونحن يعني رح نقول كلمة حق عند سلطان جائر ورح نشتغل بعائلتنا وبأسرتنا وباللبنا الصغيرة ونحاول نطلع للمشاريع الكبيرة الآن وصلنا لمرحلة الاستيئاس مثل ما تفضلت ومطلوب مننا أن نحافظ على يعني شعرة معاوية البسيطة التي يعني تبقي شيء من الأمل لنا حتى نعود ومرنا بمشاريع فاشلة كثير بالربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي اللي حصل وبعدين حصلنا على سيل من التشاؤم وسيل حتى من يعني عم يتشمتوا فينا العالم أنه أنتوا فشلت مشاريعكم في كل مكان يعني من مصر إلى تونس إلى يعني ليبيا إلى سوريا في كل مكان مشاريعكم فشلت فهل نحن المطلوب مننا نقف عن هذه المشاريع الكبيرة مثل موضوع الثورات ولا هالمشاريع يجب أن تعود ولا رح ترجع لحالها رح تسيّى رب العالمين رح يسرنا إياها ونحن نضل شغالين عن مشاريعنا الصغيرة شو الشيء المفروض نحن نشتغل عليه معا ملاحظتنا أنا بيشتغل في الإعلام فنحن المفروض أنه في عمنا يعني آآ باب لتوجيه مثل هالرسائل يعني طبعا نما أنا قلت نبدأ بنفسي ده بقول للإنسان اللي دي قدرته اللي دي قدرته في إنسان مش حقدر يشتغل على المنصودة عشان ما خليه يحبط لأنني ممكن أن ننزل للمجتمع بتاعي أعمل مشروع كبير جداً وتموح مش قادرة ننفذوا صح؟ والدولة والوطن محتاجوا فأنا بحاول أن ألملم الناس اللي هم قدرتهم ضعيفة أو غير قدير عشان يعملوا ونفعلهم نتدرج من يستطيع أن يكون عنده رؤية كبيرة لبناء الوطن مفيش مشكلة فيها أبداً من أول يوم ما بدأ فيها مقبولك فلنحن نحن بصلك إيه نقنا يعني زي ما كان يمشي في السفر على قوة أضعف رجل في الركب الضعيف أمير رجل الضعيف أمير رجل صح؟ في المنظر لهذا الموضوع رسول الله كان قوته كبيرة يعني أقوى من كل موجودين معا من الصحابة إلى آخر لكنه لم يكن يستعلي بقوته على قوة الضعيف فبنقول للضعيف أنت إيه 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 لحدي قدر تعمله ممتاز في غيره ممتاز واحد ونحن نحن 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 كان بيجي له الرجل عشان إيه ياخد منه الزكاة وكان بيجي الزكاة لشخص هي الزكاة نفسها وكان يجيت في شخص آخر زي حضرتك فيه فراسة فيدي له الزكاة ويجي له استمال عشان عشان يجي السنة الجاي هدى شو هو زكاته؟ لما سأل أحد الصحابة لما قالوا اسمعنا ده ديت المبلغ ده ده ديت المبلغ ده أن هذا الرجل أرى فيه أنه سيأتي ويعمل ويأتي بزكاته في العام القاضي أما هذا فراج الغالبان كانت ضعيفة أنا لابد كقائد مجتمعي أو لابد كمسؤول مجتمعي أحتوي الجميع وأشجع الجميع على العمل ليه يا أخي الفاضل لأن كل لابد أن يصبه في حاجة هذا هو الحاجة الخطيرة الصعبة لابد كل هؤلاء من يكون عنده همة الجبال وقوة الجبال ومن يكون عنده همة الغلمان زي حالتنا نقول لكم لنتقابل في هذا المكان في حد حيجيه في المكان ده بعد سنة في حد حيجيني بعد شهر في حد حيجيه بعد ربع تيام ده كلنا مكاننا فين في الهدف الكبير اللي احنا محددينه فده مش معناه أننا إيه أننا بس أستنى في ابتدائي أو في حضانة إلى آخره لا اللي عايز يكون ده مستوى لا يكلف نفسنا واللي مستوى أعلى نكونه لكن أهم حاجة في الموضوع ده كله أن يكون في تواصل بين الجميع والجميع يعرفوا أن لهم هدف واحد حماية الوطن أن لهم هدف واحد بناء الوطن اللي هنا وهمت محاربة الفساد إلى آخره إلى آخره كل في مكانه أنا كحارس أو كمنظف حمامات أو كجامع للقمامة دي خلاص أنا أنا مؤتمن على مسؤوليتي أنت بسم الله ما شاء الله مهندس أعلامي طبيب كذا 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 مؤتمن على مهمتك وعلى قدراتك اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لك وكلنا هنتساوى أمام الله سبحانه وتعالى بمدى ما أعطانا من قدرات في إنجاز الأعمال بتاعته قد يسبقني الرجل اللي بيجمع القمامة ده أنه أخلص مني في العمل وأنا معي دكتوراه وأنا مش عارف كذا وكذا وكذا لأن ربنا بيتطلع على مين على قدرة الشخص اللي بيبذلها إلى آخر إيه إلى آخر جهد لكن ما ده ما ده كل دي المشروع الكبير سواء كان محاربة الفساد أو الثورات أو الأخر بيكبير أنت عايز في النهاية لما يحصل تغيير يبقى الناس مؤمنة بالتغيير صح؟ ما تكونش مجموعة بس في صغيرة هل مؤمنة بالتغيير والباقي بيسبوك تبقى فنكوش فأصعب حاجة عندنا يا شباب هو رفع الوعي مش التعليم أنا ممكن أعرف أقرأ وكتب أخذ دكتوراه لكن أنا مؤخذة الحمر يفهم عني لكن هل أنا أعي ما يدوري حولي؟ هل أنا أدرك ما يدوري حولي؟ هل أنا ليه أدور في ما يدوري حولي؟ فلذلك الإنسان ما ينفعلش بشيء يحصل يجهض لذلك الرسول عليه وسلم في المسأة اللي احنا خدناها ليه الرسول عليه وسلم ربنا خلاه يعيش في المديقفة في مكة تلاتاشا سنة؟ ربا مين؟ ربا مين؟ ربا مجموعة استطاع أن يقيم بها أمة صح؟ مش الرسول عليه وسلم كان يوحى إليه وكان 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 ممكن رب الله سبحانه وتعالى يعطي النص من أول يوم لرسول عليه وسلم وصل مرحلة في غازه وبادر أنه قاعد يدعو والله لأن هلكت هذه العصابة لنتقبل رسول عليه وسلم 23 سنة دعوة وبناء وما اكتملش البناء في عصر رسول عليه وسلم صح؟ اكتمل بعد كده في عصر سيدنا أوبكر سيدنا أوبكر ايه 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 الشيء اللي قدمه الإسلام؟ حروب الردة علشان لا ينقسم الإسلام لا يهتز الإسلام لا ينتقص الإسلام خلاص سيدنا عمر صلى الله عليه وسلم جاء بعد كده بانت دواوين والفتوحات إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره فشفت هي التدراجة إزاي لمدة 40 سنة ما بين بعثة الرسول عليه وسيدنا علي أو سيدنا عثمان في الأول قبل الفتنة ما تحصل يعني فمنازل لمثل هذا الأمر في حكمة بده يعني ألم يكن الله سبحانه وتعالى قادراً على أن ينقذ إبراهيم عليه السلام ليه حصل الجدال مع النمرود وبعين لأن النمرود رما في النار وبعين لأن النار يكون برضاً وسلاماً عليه إبراهيم وليه مغير سيدنا إبراهيم ربنا امتحنه كذا مرة امتحنه لما سب مراته وابنه الرديع في اسم كذا في مكة وبعين امتحنه بعد كذا سبع سمان وسبع عجاف وبعين قبلهم بقى لأيه وعامن فيه عزيز مصر شاف العام ده لا قال سبع سمان وسبع عجاف وعامن فيه يغاسل الناس وفيه عصرون خلاص؟ فمن بص المسلمة هذه الأشياء أيوة هنمر بأزمات وحمره 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 والظلم حينتشر أيوة لكن أنا حصبر على البلاء وأنا بعمل خلي بالك مش أصبر وأنا محبط لا أصبر وأنا بعمل وأخذ بأسباب القوة اللي هي من العلم والمعرفة إلى آخر وأننا نتكامل مع من يعملوا معي من أجل إيه؟ إنقاذ مجتمعي إنقاذ وطن الشباب بنات فضلي فضلي كلي يا ابني عبدالقادر في حان الناس وحتى أن يواجبني بقص يعني في حان الناس كنت عاوزنا يعني تعاوز إنه إحنا إحنا نجدنا فيها يعني بحيث أن الفترة اللي لكل ناشتغلنا فيها مساعدات جمعيات خيرية كانت علشان كنا منجفنا فيها يعني فالصوات الداخلية كان شكرا يعني كانش قريكين إنه لا يبقى نهاويا صور بس علشان كنا منجف ناس بضغطة مساعدات أو حد بأطحان أو حد مخفر دمنا عندما قمنا بقى خلطتنا المنحلة بتاعت مثلا من 2017 و21 وذات المنحلة وذلك كنت رأينا تتزور يعني منحلة العمل وانتشوفنا يعني الحياة مش مستحيلة. إذا كان حدي متزور يعني. عشان الحياة مستطلب تماما. مش نتائجة أصلا بالدان. إذا كانوا فيه تربية أو كهذا يعني. وإذا كان نفسه لكلام الأولاد لو كنتشتغل يعني ما هو بابني حاجة نفسه. هو مش بيلاقي نتيجة ورجو بشكل خلال يعني. صحيح. التعجل في النتيجة. اه يا مفاق. بسأل. انا هقول لي هاولي اتفضل لي. بعدين ده ما انه غير بقى. احنا مش هاتين نتيجة مسلا. مسلا. اه. مسلا. المتزوج مسلا. اه. لانه مسلا مفيش نتيجة مسلا. فكرة اللي كانت عند الواحد. هبقى انا هتساول كده يعني فبقى بيطلع. وبيدور على حاجة تانية. يعني مثلا لو في بنت مثلا هي بتفضل ان هي يمكن. انا مش بحلل يعني. اه يعني انا بقول انه ممكن ده يداخليا احنا بنعمله لا ارادين واحنا مش مبركين اوي ان يعني ان ده دي صياغة بتاعت اللي بيحصل يعني. فبقيت مسلا لو حد بنت مسلا متزوجة بقيت حاسة انا ما فيش نتيجة للموضوع او انا مش محتاجة حاجة او الجواز ده مش بيقدملي حاجة. فبالتالي طبعا يعني بالنسبة للجيل يعني فكرة اصلا اطفال دي مش نتيجة يعني اصد يعني بالعكس دي حاجة مسؤولية وزيادة يعني. فبالتالي بنا عايزين مسلا الناس بها تنفصل فتيتشوف حاجة تانية تلاقي منها نتيجة مرضية يعني. وزي كان نفس الكلام ممكن لو فيه ولد انا معرفش بقول مثال يعني انه هو بيغار شغله كتير. لانه مسلا مش حاسس برضو ان الشغل بيديو نفس الاحساس بتاع ان في اي حاجة بتحصل. بقى ما هيكلها حاجة بايزة يعني بلد بايزة وانا كمان شغلي مش بلقي منه نتيجة وكده يعني فبس. طيب بالنسبة الاول نقطة للسؤال بتاعك للسؤال بتاعك انا في كزا نقطة. النتيجة السريعة. العمل الخيري الاغاثي هو اسرع نتيجة. لكن ده مش كافي. ما تخدريش نفسك بالعمل انساني فقط. ده هو تخدير تخدير تخدير. يعني مثلا فيه مؤتمر كان على اليمن في جينيف. حضرين احنا من يومين. نفس الناس اللي بيحربوا وهم سبب الاربعة وعشرين مليون اللي هم عندهم مجاعة. هم نفس الناس اللي تبرعوا بالفلوس واعدنا نسقف لهم. خدت بالك. ولا تنخدعي بان العمل الانساني ده غاية. ده وسيلة. اتكين انت كنت فرحانة في ليه? ان حسب اثره على المستفيد. انا اقول لك العمل الخيري ده بقى زي ايه? زي كده انت جد ايه عايزة تخدر الارض. خدت حتى ارض كده هو? عادة خدريات. امر الشاب المية. يطلع لك برسيم. اخدان الاسبوع اللي اسبوعون صح? او حشيش ارانب. صح? لكن هتزرع فيها شجر زان? لا. هتزرع فيها شجر البلوت? لا. المهوجني? لا. النخل? لا. هتاخد كام? سنين. فلذلك في تخدير الارض في العمل الانساني اللي كلمت عنه ده وعام مجتمع ده. وفي بناء مجتمع اللي هو في شجرة المنجا. في شجرة اللي هو البلح. اللي هو النخلة. فيه شجرة الزان. فيه كذا. فيه كذا. فيه كذا. عايزة الانسان يععد على الارض سنين. في اشجار معاملة بتاع امرأة تلتمائة سنة وربعمائة سنة. على الاستوائية دي. في حاجة اسمها شجرة التبلدي في السودان. ها? اللي عندها تلتمائة سنة وربعمائة سنة وخمسمائة سنة. فده امرأة واحد. بالنسبة لها. بالنسبة لنا بقى. اللي بالنسبة لنا. انا بتعجل الثامرة ليه لان انا اصبحت بعيش في معصر سريع التلقات. فتأثرت بثقافة المناخ المجتمعي اللي حواليه. فكل حاجة بسرعة 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 يعني احنا زمان. ها? يمكننا احنا صغالين وانتم زيك كده هو. كان عيب ان يعني نشتير سندويتش من بره. عيب. عيب. اول ما عملوا في القاهرة اه في الحت اسمها العجوزة. ها? يا عبدالقاد. مطعم نعمة بتاع السندويتشات ده اللي في العجوزة على الناس يشارع شاب. شارع شاب ولا شارع شهين. شارع كان توبير سندويتشات. وبعين كان في حاجة اسمها في الجامعة العربية. الجامعة العربية اسمه اللي هو الامريكاني ده اسمه ايه? ها? ها? هاردس. هاردس ده جيه بعدين. بعد ما عجل. وينبي. وكان السندويتشي بتلاتة جنيه. يا لهوي كنا بنولته. والناس بس وقفوا في التابور علشان السندويتش بتلاتة جنيه. وتاخد صورة. كانش فيه صورة وانا كنت في ونبي. ولما هو يعمل منظر كبير جدا ايه? يقعد جنب جنب الازل في ونبي عشان الناس تتفرج عليه. انا اقعد جوه شايفيني? لان كان عندها الثقافة بتاعة السندويتشي بتاع الشارع ده مش موجودة. الفلاح كان عيب. 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 انه يجيب حاجة من بره للاكل. البقرة موجودة والجاموسة موجودة والارض موجودة والمخبز جورن موجودة. كلها موجودة. عيب يا ولية. عيب يا ست. اجيب ايه من بره. دلوقتي الفلاح بيقى في التابور يجيب ايه? يجيب ايه? يجيب العشي الجمعية. شوف تتغير المجتمع ازاي? مين اللي اخت اقتر? تتغير المجتمع ازاي? فحننطلقتي سرعة الطريقات دي ده متأثرين فيها بايه? بالمجتمع او مجتمع التكنولوجي نحن عاشين فيه. الامر التالي هو اخصر امر. يجب لما اتكلم فيه. عبدالقادر عبدالبتاح. عبدالعليم. منور عبدالعليم. عبدالعليم اغلو اغا ها? يعني هنسميه اغلو اغا. ها? الاسرة كننا بقى كده على بلاتها. يا رجالة ها? بس عشان ما خبت. مش حاجة تتكسر. بقى الدرقة ها. الاسرة هي بناء المجتمع. تقول لي مسياسة تقول لي اجتماع تقول لي اقتصاد من غير اسرة انت فانكوش. من غير اسرة انت فانكوشة. من غير صبر على ان ينربي اطفال اللي جيل تاني وتالت وربع. احنا مش قادرين نتحمس قليت شخص وشخصة. انتم متخلين ان امهاتنا وابائنا ما كنوش بيتخنقوا مع بعض. ما كنوش بيحصل هيجران ليهم. ملايكة يعني? سيدنا خديجة رضي الله عنها وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كل مش يصير اسماسة وتطلق. طب شفتي بقى. زي كان امهات مؤمنين كان بيحصل كلا بينهم بعضهم. فاللي مش حقيقي اللي مش قادر يكون اسرة ها? اجيب من اخر. ما يتكلفش عن بناء مجتمع. ليه? لان الاسرة هي 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 الايه? الاسرة ايه ايه? الابنة الاولى في بناء المجتمعات. واللي مش قادر يكون اسرة يبقى انسان ضعيف. يبقى انسان ضعيفة. واللي مش قادر يصبر على زوجته. وهي مش قادر تصبر على زوجها. تبقى هيها ضعيفة. هو ضعيف. واللي يقول لك انا عندي كل حاجة مش محتاج للست. وانا عندي كل حاجة مش محتاج للرجل. يبقى انسان اناني وضعيف. ما عندوش رؤية. ما عندوش هدف. ما نجيش عن نقول احنا عريض نبني مجتمع ولا مش قادر ابن قصة. مش عايزة عايزة بنجتمع ولا مش قادر استحمل آآ زوجي. ده متقيل مناخله كبيرة. اما بقى ايه? اما اما بتغيير اختلف معا الا. لما انت من الخيرك كبيرة النهاردة ليه طيب انت متجوزاني وانت من الخيرك كبيرة. ما شفتهاش لنهاردة? بقى لي عشرين سنة معاك وانت خيرك كبيرة. وودانة كبيرة شايفة وودانة عاملة ازاي? ما شافتهاش لما زعت منه. وهو ما شافش بردك اللي هي من الخيرك كبيرة لما زعت منها. هو. فبالتالي نرجع بس للنقطة دي يا اخت مننا بناء الاسرة اصبح فرض عين على كل ايه انسان قادر. والصبر. فهذا البناء. لان من غيرها الاجيال دي حتها تطلع ازاي? خد بالك? في حاجة تانية سألتها انت ما ملتاش? حد تانية يا شباب. ها? فضلي. عندي تبتسمينا. ازا بتسمتي فعليك انت تتكلمي. فضلي يا شباب. انت حيران اخد يا بي. خايفة? تب اختك انا جنبك. انت تمام? فضلي يا شباب. فضلي. ادوها. يعني انا مش هسأل سؤال فلسفي. لكن انا عايزة يعني ازاي بيقوله ازاتونة. في مسيرة حضرتك اكيد بيبقى فيه افسان داونس. ملل احيانا. اه كيد طبعا. حياة كل انسان يعني. اه لما تستصعب بينا الدنيا او نحس يعني احنا مش قادرين على انفسنا زي ما حددك قلت في الاول. نستعين بايه بشكل مختصر. صلي عنا. انا حتيك كذا مثلا في مسيرة حياة حضرتي. انا في مسيرة ماشي يعني فيها شرع. اه في كل يعني مثلا جات حداشرة سبتمبر. تدقى فين واحد. كانت من اصعب الاوقات على كل المسلمين في قبلا انتformation ايه للي دون المشجق. ايو فيه بلس كار جاي ايو ايو ايوو فى باعب صوت. اام واعامل بليس. واعامل باسكات. اوة عادي في باسكات كتير بوليس كاي ينقز الناس. شكرا شكرا شكرا. هاتكم بقيت شاي من هناك او انا نسيت السؤال فكنا مش عارفين نعمل ايه لكن مصيرنا ربطناه بمصير المسلمين في أوروبا كلها اللي هيحصر عليهم هيحصر علينا ومنكمشناش للإعلام ببلعاش توقيهنا الإعلام وخرجنا الإعلام وقلنا الإعلام إن إحنا مش إرهابيين وإحنا مش مجرمين وإحنا كذا والسنين السنة اللي بعدها كتبا عنينا انطلعت برنامج لمدة ساعة عن إنجازات اللي عملتها المؤسسة بناحية إجابية هذا تحدي فمرة سجلون هنا في أحد السجون في أحد الدول ما يحبش أنا أقول أسمها الدول خطأاً كالعادة يعني هم يسجلوك وبعدين يقولوا إحنا نقس فيه ها؟ أنا كان كل اللي فهمي حاجة واحدة عشان أرد على السؤال اللي أنت تطلبنا حاجة واحدة بس إيه هي؟ حسألكم السؤال ده أنا طلبت من ربنا إيه في الليلة دي؟ هي كان أقلي من الليلة دخلت السجنة وقبلعا أما أما دعا ما ينفعش صراحة حسألكم حسألكم وقلعوني مالت وكذا وكان شكلي وحش إلى أخير يعني والمهم دخلت كان عندي هم واحد فقط في الليلة اللي أنا أعطي أقلي من الليلة يعني قلت أنا خلق تريمي من ساعة 2 قبل ساعة 2 قد دهر إيه كان طلبت من ربنا إيه؟ حد يقدر يقول ها؟ الفرج طلبت إيه؟ يحفظ اللي ديني السبات السبات الرضا ها؟ ما عرفش مش عارفة ها؟ الشغل ما تهرش ها؟ الشغل ما تهرش ها؟ ايه ثاني؟ ها؟ ايه ثاني؟ أنا سجنت تربطه بالفرج الفرج ها؟ حد ثاني يا شباب؟ ها؟ حد ثاني؟ فين هم تلقات راح فين؟ طيب كويس طلبت منه حاجة واحدة بس ان انا نام فقط لان كان عندي يقين ان انا خارج كنت تربطه لني يا رب عايز انام فقط نمت ثاني يوم خرقت بعدها باسبوع سفرت رحت النيجر ومالي وتشاد وكذا وكذا إلى آخر فدي عقبة بتجيلك في حياتك انت ساعتها بيكون عندك يقين في الله سبحانه وتعالى ان هو معاك دائما بس داني بتعمليه ففي الازمات دي كلها سواء كانت الهجوم اللي بتاع الصحافة والاعلام والتشويه وكذا 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 انت بتعملي اللي انت تدار تعمليه واخد بالك وتستطيع انك تحمل مؤسسة من اجل يا مثلا حقول لكم حاجة سلوا على النبي عشان تحمل انت اي مؤسسة في العالم لازم يكون لك علاقات وده يتبع شيئا من حاجة العملية انت عايز تتعرف موبلك ها اه طيب امام العملية بمعنى ايه بمعنى في سنة الف تسعمية واحد وثسعين يعني من خم ثمانية وعشرين سنة انتهجنا منهج الانفتاح على الاخر الانفتاح الاخر ده كان اي اخر كان اي اخر فبدأنا نحضر مؤتمرات ونحضر ندوات ونستمع ونعمل علاقات ده في سنة كم وعشرين في سنة 2001 لما جاتت ضربة الجامدة دي كلها مين اللي كان بيدافع عننا الناس اللي عرفونا من عشر سنين او اللي هتفتكلي لما هتتصوري مع واحد رئيس وزراء او رئيس جمهورية او ملك او او الاخره ساعة الحدثة انت عندك ملف مش مكتوب في حاجة فعن قبل 11 سبتمبر بعشر سنين ها فتحنا الابواب فتكتب فيها احنا مين فاللي كان بيدافع عننا مش احنا يعني احد من الشباب اللي هو كان من مؤسسة اسمها يعني تبع كارتاس بتاعة الكنيسة الكاتوليكية كان بيدافع عننا في الجلسات الخاصة بتاعته لان عرفنا جمزرونا وعملنا شغل مع بعض وساعدنا ومساعدونا لا كده لا يعني لا ليه لان انت عرفتيه قبل الازمة لو جيت عرفة حد ساعة الازمة ما حدش هيكلمك هيخاف منك ما ما يعرفكيش قبل كده فده جزء من انت بتستبقي الاحداث السيئة ببناء العلاقات الجيدة مع الناس اصحاب القرار هتبالك شفت هاي مسيرة بتمشي من كزا اتجاه فضالي فضالي اتبالك نسي ايه اه او شخص انه هو اجهد من الحاجات اللي بيمر بيها ايه يجي يدعي المنزل اتجاه انت لها فشا اه انا حالين لرصبح الناس أنا صبح عادي ريزا عادي والله أنا كنت كلما صدي أيوة شايف أنا صدي عبدالله أنا صدي كلما صدي أروح بلد عشان أجل صدري أنزل السودان أنزل مالي أنزل نايجر أرجع من المطار على المكتب إن شاء الله تكون الطائرة عشر ساعات يبقوا عرفانين الرجل درج علينا من المطار واللي عايز يخلص شغله قبل ما يجي يمشي يروح كده لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولنا الزيارة المقابر اسم إيه أذكره هادم اللذات وفي الموت موعزة روحي الإنسان يزول الأماكن ديك له عايزة عايزة الصدر دا يروح عندي كنا على مستوى مخارطة الفقراء والمساكين أنا كان عندي شباب قال لي قصة كانت جميلة جدا يعني إنسان أرمالة وعندها ثلاث أطفال وسكنة في الشرابية يعني في المستوى الشرابية الاجتماعي والشرابية يعني زي كده عندكم حتة كده تعبانة في اسكندريا حتة شعبية جدا شبهة إنها تكون عشوائية فكان بتاخد كفالة الثلاث أيتام جوزها ماتوا بتاعتنا وبيدوها كفالة جمعية بتاعتها خلاص؟ لا بتقول له أنا عندي كمان طفلين تانين قال لي لا لا خلاص مش دلوقتي بعدين قال لي هتاب الاثنين دو جبتين منين؟ قال لي أما ده جاري اللي هنا اللي الأب والأم ماتوا في حتى سوف أنا خدت ولادهم معايا أرمالة بتاعت أيتام تاخد كمان اتنين أيتام فراجل قال لي هتاب يا حجة قال لي ايه رزق اليتيم ده عند ربنا ده بالنسبة لك بيحسسنا بضعفنا وعدم مقدرتنا على فهم العطاء اللي المرأة الأيتامة الأرمالة اللي أم الأيتام بتزود عبقها مرة تانية لكن مين صاحب الرزق؟ ربنا خدت بالك فبدل ما قلت تلاتة خمسة وأكل تلاتة يساوي ايه؟ يكفي خمسة وأكل خمسة يكفي عشرة ده مفهوم المرأة الفقيرة لي أرمالة وترعى أيتام لذلك يوم الدين مين اللي حيتسابق مع الرسول الله سلم أنا وكافل والكفالة هنا يا بنتي أنت وهي يا أخي أنت وهو ليس العشرين دولار والخمسين دولار ولا الاربعين دولار ده كلها كلام فانكوشت كلام تجاري الكفالة معناها أنك تكفل اليتيم كما تكفلي ابنك وبنتك وكفالها زكريا كلما دخل على المحراب المحراب وجل عندها رزق كفالها زكريا عشان نبيع بقى ونسوق في الجمعيات وده تسعة وعشرين دولار وده تلاتين دولار لا ده مش دي كفالة دي مساعدة لكن احنا منشجع الناس على العطاء فشفت الست اللي كان عندها تلاتة خليتهم خمسة وكان بتكلم الرجل وهي منشلحة الصدر فرحانة وسعيدة ده هندخل متى ايتام ودول ايتام ونتجاري شف قديق البعد ده مش حيك للصدر ده هتلاقي انت في كل حي من الاحياء في البتاعة اللي هي بيقلوا بها الصدور دي مش محتاجة تروح انزلي شف السوريين عايشين ازاي اللي هنا اللي موجودين في البلد هنا او اللي كزا او اللي كزا او الى اخري شف الاحياء الفرقيرة فاي دولة من الدول فلذلك ده على المستوى ايه؟ على المستوى ايه؟ الشخص فضل يا شباب في حد تاني في حد تاني؟ في حد تاني؟ طيب ده انت انفعلت يا بقى انت انفعلت يا بقى السؤال حضرتك في حياة كل شخص عطاء وبدل وشغل واسرة والتزامات حضرتك في هنا الاسرة في معادل لا انا في معادل يعني انا عن نفسي انا كمان في معادل التوازن نحاول نعملها ما بين حقوق الاسرة خيروكم خيروكم لاهلي طيب حضرتك ازاي تقدر تقولنا التوازن ده ازاي انا اقدر اقيمة في حياتي ان انا بقدر ادي بالتوازن بشكل معادلة معين طيب يا سلام انا انا طبعا صلوا على النبي انا متجوز اكيد حدشيكو حضر الفرع بتاعي المهم يعني عشان اتجوز عديت على كذا حاجة رفضت شوية وكذا والحمد الله ايه ان انا اتجوز الزوجة اللي انا ايه اللي كانت ايه رؤية امي في منام قالتلي انت شفت عمك فلاني الفلاني جاي بيديني تفاحة تفاح كان في الستينات بثنتة جنيه كيلو كان مهيتي انا طبيب في السبعينات سبعتاشر جنيه يعني كنت تيجي تتجوزيني وكان مرتبة سبعتاشر جنيه كيف تقدير سبعتاشر جنيه كان فيه ثمانية جنيه كان فيه تسعة جنيه كان فيه عشرة جنيه واللي بياخد تلاتين جنيه ده بقى يعمل فرح العمدة فالمهم ففصلت الحلم على ايه على اخيها حيتجوز بنت فلاني الفلاني ايه اللي اخر جات في الاخر النصيب انا بدونها انا فانكوش انت اللي حتنجحي جوزك عمدة شوفت بقى زي كان ما قلت الام امة والزوجة مش فقط سند دي سند وعدد ها وراحة واسمها ايه اه وسكن انت الاصل رسول اللي كان بيشتد عليه الخط كان بيجي يوعد على على رجل مين؟ على رجل سيدة خديجة صح؟ فكانت هي الموئل بالنسبة له في ساعة ايه؟ الشدة كان لزي كان بيجي وكان زي كان بيجي انه تلطف ويرحم ويغفر وكذا 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 شوفوا دور السيدة خديجة كان اعمل ايه؟ قبل الاسلام في صدر الاسلام واخدها من ايده صلى الله عليه وسلم عشان هنا وهنا 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 لان هي كانت مسميها ايه؟ اللي هي اللوبيست المحركة الوقود فكانت حبيبة وكانت زوجة وكانت ام وكانت سند وكانت عندها الرؤية وكانت مالها الى اخري الى اخري شفت تكمل الرأيين ما بين اثنان فانت عليك دور لو حسيت ان زوجك عنده رسالة انت تنجحي فيها انت تنجحي فيها العملية مش عملية الشباب وانا عندي الالكيميا بتاعتي هتغير ومش هتغير ايه؟ بيسموها باقي… الموعة ايه؟ ما بتسموها.. انتو مش عالفين حاجات دي؟ يبقى انا بقى متشرد ها؟ الجماعة الخلفية اللي ورا دور المهم يعاني ايه؟ الروش والحاجات بتاعة الشباب دي كلها ما ينفعش لان في النهاية مسئولية وانتي هتكون سبب في بناء نهضة امة سبب في بناء نهضة امة خلاص؟ حلم فده اللي حنحاول ندور دور المرأة في البيت ودور هو طبعا نتزوج مش بقى ياخذ بقى كده من غض لا يعني برضك يكون عنده في تشارك في المسئولية هيا مش بس الزوج فكرة ان الزوج احيانا يكون عندها اشترافة هيا كمان يعني ترقيم في المجتمع مفيش مشكلة لو لو ايو فسواء ان الزوج دي حقوق مخالبات والزوج دي حقوق مخالبات لكن كل منهم ازاي من معادلة ما بين انها نصلا تكون امة تبني امة وفي نفس الوقت يكون ديها اثر مجتمعي طيب طيب تعرفي بقى الموضوع ايه انت ديك اولواد في الحياة في مرحلة معينة انت هتبني المجتمع اللي حيعمل الامة اللي هو ولادك بعد ما يكبروا تبتل تخش انت تعملي حاجة تانية مع زوجك يعني ايد بايد ورجل برجل لان المسؤولية الاسم تعرفي انا مش حارفة رب ولادي نادر جدا لما تلاقي ابك رب ولاده نادر نادر يعني لما تلاقي انت تلاقي لما لما الام تخش البيت العالبة ايه بيجوا حواليها صح لما الاب يخش البيت يعني ها بابا اتلنا شوكولاتا اتلنا كذا وخلص الحدودة احنا جربناها دي و احنا مسافرين مرة نايجر ومالي واتشاد ها المرة اللي قبلها نزلنا حتة اسمها مندرة في شمال كينيا خدناش واخدين معنا بنات يعني اخواتي كان الستات مرعوبة مننا والاطفال بيعيطة شكلنا التربت على الارض كان احمر كان شعورنا سودة فتخالي بقى الشعر الاحمر الشعر السود بالتراب الاحمر باللاحية الحمرة في السود يبقى ده شكله بالنسبة للاطفال شوكا دي قلت ايه شوية طعم فالعيال كانت بتعايد فعلا احنا ما اخدناش واخدين بقى ان انا كان فتحين العربيات ما كانش في تكييف في العربية اربع صعب بالعربية مفيش تكييف في كينيا السنة اللي بعدها قلنا لازم ناخد معنا بنات تلاب بنات واحدة فيهم مش مسلمة والتنين مسلمات والله تلاتة مجرد ما قاعدوا مع النساء والاطفال كل الاطفال بيتنططوا على ايه؟ على حجر البنات طبيعا فانا مش هكون قوة جاذبة في البيت انت اللي هكوني قوة جاذبة ما تتخليش عن مسئولية بناء المجتمع الصغير الى ان يخرج هؤلاء الناس الخارج وتبدي بها تكمن انت مع جوزك في المجتمع الكبير تبدي بها مرحلة انا مش عايز احرمك منها بس هوا في مسئوليتين مسئولية اولية ومسئولية بعد كده هوا وانت المسئولية الاولية دي انا هستحمل علشان ما يحصلش طلاقة حتى لو زجل كذا 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 اصبر عليه شوية وبعدين ايه؟ اه اراجعوا فيها لكن رأس برأس وند بند وكذا بيحصل الشقاق اللي بيحصل فيه الانفصال ده كلها يعني دائما كل واحد فينا يتكلم فبوء التاني ها؟ يعني كنت انا ما اعمل محورش اتعمل في حمشة فيوم او حاجة دي كده هوا خمسين واحد قاعدين وقدامنا ساعتين نتكلم فيهم وما يحللهمش الكلام لو التاني بيتكلم دي بقى انت بتتكلمه وده رفع ايده وبيتكلم فبوء تبسيني ما تتصبر هنخليك تتكلم لا فبالتالي بردك في الخلفات الزوجية في البيت ما ينفعش نتكلم وانا بتكلم او تعملي وانا بعمل ايه الاخير فانت دورك الاساسي انت بتعدي الامة هو بيلملم الجراح في الشارع دلوقتي بغاية ما يطلع من ولادك انت بماش عارف مين او مين او مين او مين او مين ايه الاخير صح يعني نصب يعني نشونة المجتمع ده دور اللي حوالينا النت بنت ومشاهدة المرأة دايما بتحاول توازي او توازي حنا متساوي او لو لديت دورها في المجتمع بدورها في البيت في التوقيت عمل خلل في شكل الاسرة فهدم مجتمعات فسبب نسب طلاق عالية فهي دي مشكلة كبيرة في المجتمع حصلة وللاسف يعني ادراكها او طريقة التعامل بندوق فيها للاسف قليل اللي بيدركه ذلك لان الطريقة التربية اللي احنا عشناها يعني احنا مثلا تربينا يعني احنا تربينا في بيت قسر بتلملم كل الجراح دي ما تقمنش بالطلاق وده بيتنزق او هي الراق بيتنزق او سيت بتنزل عشنا نتكمل المسيرة لان هما في النهاية نظرين للاطفال لان هما ده الهدف للزواج هدف الزواج مش منها تجاوز واحدة غنية او واحدة حلوة او واحدة كذا لا اعرف الزواج ان انا بابني اسرة بابني مستقبل فده اللي احنا منتكلم لو احنا لو احنا رجعنا الاصل ده لي نحنا ومنسميه نفسنا احنا اسلاميين او كذا واحدة الاخرة الهدف ايه الهدف ان انا اطلع ناشة وفي سبيل هذا زي ما انت صبرت على الارض وانت فلاحه او صبرت على المرع الراعي وانت رعية غنم عشان ايه عشان اسرة بتاعتك عشان انبقاع حياتك ايه حاجة دانية يا شباب انت سالعة فوق في المريخ ولا فين ها الشباب اللي ورد ركن السميع اللي ورد ايوة 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 معاه ايوة كويس ايوة انت جاي من العمر انت ايوة بلبل ايوة ايوة ما فيش حاجة اه طيب في حاجة تانية يا شباب انا طولت عليهم ولا انت بقى صاحب الجلسة خلاص ايوة بتكسفوش التكترجم ايوة 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 محافظة ايوة كيف تساعد الإيمان، كيف تساعد الحركة والحرم، كيف تساعد الفلسطين والمساكين؟ أظهر أن أعطي الإسامة هكذا، كيف تساعدنا بالحوار؟ 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 من أفضل الأشياء، أن أركز أعطي مثل ثاني، أنه ساعة الحرب الأولى في العراق حصلت، والسيئة النئن تلعت، وعملت على الهوى، وجورجي بوش الأب تلع، قال، هاي، ده أنا عرفت أن في حرب في العراق من السيئنن، فنكوش بكيبير، ده يعني، كان فيه اثنين بيعمل، واحد بيعمل دكتوراه، واحد بيعمل ماجستير، واحد فيهم ركز في الدكتوراه، والثاني قاعد يسجل كل أفلام السيئنن عشان يخدها معاهم ومروح، وما أكملش الماجستير، يعني واحد تركز، أحسن فيه هدف لازم يتحقق، والثاني ملكش، أنا ليفربول اتغلب، خلاص؟ الأهل اتغلب، الزماج اتغلب، طبعا أنا عاود ناكل على نفسي ليه؟ حرق دم ليه؟ ما عنديش هدف، ها؟ فبالتالي أنا مش محدد للنفسي هدف، حتعب، حتعب، إن شاء الله يكون هدف ده بسيط، شكرا أنا مبسط الأمور دي ليه؟ عشان ما أضخلش على الناس، إن شاء الله يكون هدف بسيط، طالما أنا منشغل بهدف عايز أحققه، يبقى لابد حققه، وما نشغلش بحاجة تانية، نقدر نركز في دي أو ما نقدرش نركز؟ عندك هدف؟ طيب، اللي عنده هدف يرفع يده، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، كل واحد حيقول هدفه، لا، هو العملية بس بارفع يدك فلات، العدد في الليمون، يا ليمونة، لا لا، أنا برضك متربي في الحوارب طيب طيب طيب. طيب طيب. طيب قولينا ايه هدفك? انا? اه مش انت رفعت ايدك. لا الصلاحة بس انا ديها. نا اه انا ازعل. اوي 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 اوي. ايه هدفك? والله يالي كنت اهد. مسكنا. مسكنا. مباشيش كده. هو يلا كل واحد مسكنا. جمعنا كده. سي او بتاعت شركة جوجل ان شاء الله. ان شاء الله. كويس. يلا اللي وعدها. عاني خلف ايه? هو انا يعني هدفي بصراحة ان انا اعرف حق ذاتي اللي انا عايز اعمله او اكتشفه يعني اقدر حق حاجة انا اقدر انكح فيه. طيب بلاك الله خير. يلا يلا. يلا. احيا بشكل سعيد. وانو اسعد من حولي. وان اجد قيمة نفسي في كل اليوم. اجد. يعني هو هدف صغير شوية يعني او يعني وقت يعني مرحلي. ام ام اعلم اطفال اتراك عربي يعني فنفسي انو ام السنة دي تعدي ان شاء الله ويكونوا يعني خلصنا يعني 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 حياة كويسة طيب هو هدف ممكن اقول دلوقتي نشتغل مع حضرتك. ده هدف يعني الطارق دلوقتي مس هو. على لو على المستوى اكبر او على المدى البعيد يعني هدف ان انا اعمل حاجة على المستوى بناء الوعي اللي حتكلمت فيه. اه من خلال سواء مش بس الناش الا حتى الافراد اللي ممكن يبقى كبار يعني. ان احنا نقدر نوصل لان انا اكون ليا دور في عمل برنامج يفيد في المجال ده. في مجال الوعي. مزانة وعي. اني اطمن على ولادي اه اه اتجوزوا ويشتغلوا ويكملوا حياتهم. يقفوا على رجليهم. مجدد. مفعتش ايدي. ممكن يبقى حالين انا احقق توازن على كل الاصعيدة في حياتي يعني. هدف مرحلي بردو لحد ما. ماذا بتعمل ايه بقى؟ انت حققتيه وسعيدة بدنا؟ هو الواحد بشكل عام يعيش عشان يبقى سعيد ويرضي ربنا وبيحقق ده بقى بالطرق كتير يعني فانا لازلت ببحث عن التوازن بقى في كل السبل دي يعني ثلاث اهداف اول حاجة اسعاد بابايا ومامتي ايوهه المتابة الثاني حاجة اكامل دراسة ثلاث حاجة اعمار افريقيا أعمار يا افريقيا يعني قرى الفرخيرة فأفريقيا اشترى المعام مرحاوك مرحاوك لم أقوم بأيدي هدفك هدفك لا حتى الآن لا لا حتى الآن حتى الآن سأكون نجح في عمل حتى الآن حتى الآن أمامك حدث ممكن لا 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 لأنك ستقول لأنك سترى كلهم خايفين من أهدفهم يا دكتور والله يا دكتور النجاة النجاة 4 5 10 ويساً هياً هياً انت مدرب يا عمي انت لازم تقول له يا حياني يا عد لا ميعديش على اياني كمان لا ميعديش على اياني كمان الضباء الواحد حس ان احنا في مصر اخذنا على دماغنا على صراحة احنا مكانش معانا مجموعة من مقاومات القوة فالواحد يحاول ان هو يمسك في حياتنا كلا سامر العبدال لدي سكيني نحن ثاني حاضر هبليش ناوت مفيش هو بنت كالشغل يعني نفسي بعندي شركة مثلا زي شركة وارن بوفت ايوة يوسف 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 فهذا السؤال طيب هل بس يحزني ان الناس الدول اللي بوصلونا لمرحلة واحدة ان انا ما عملتش حاجة وعد في البيت ما عبرش عن نفسي بأي حاجة على السوشيال ميديا وعد في البيت دي عدوا دول صفا قفا من السلو ده رأيهم انت لما يكون كل الظواهر دي انت بتعملها في وجود هدف لك انت دي بتساعد رحية الهدف لان انت مثلا ما تكتب كلمة على السوشيال ميديا جزء من رفع الوعي لما تحط صورة على السوشيال ميديا جزء من رفع الوعي رفع الوعي ده مش هيحصل من عشية وضحاها انت شفت الوعي ده السوري اللي تقول على شطر البحر اسمه ايه ده حاجة واحد من الاثنين الاولاني والتاني فدي رفعت وعي الناس كثير جدا بغضاء مجرد صورة مجرد كلمة مجرد شعر انت بتكتبه نشوف كثير من الاشعار هغيرت فكر كثير من الناس فلو انا هقعد ده يقول لي لا او ده يقول لي لا ما صح لو احنا قعدنا ما عملناش اي حاجة ايجابية في بلدنا خلاص قد تحدث الثورة صح الثورة ده ممكن تدمر البلد عن بقرة ابيها ما لغاش كبيرة ما لغاش صغيرة صح ويبقى للشعوب دي اصبحت شتاد شي ما بعد انت جزء من اللي انت بتعمله ولو كان بسيط وضعيف وتأثيره قد لا يكون ملموس كده واخبار حدثك لكن هو بيأثر على شريحة من الناس انا اديك مثلا مثلا عندنا انا ما بعمل محاضرة على السوشيال ميديا ما بيهمنيش عدد اللي شافه خالص يهمني عدد اللي عمله شير ما يهمنيش عدد اللي عمله لايك وانا عامل معادلة لي واحد في المية لو اللي شاف واحد في المية منهم عمل شير ده اللي يهمني لانهما كل مية تلعى واحد فيهم انا مش عايز اكترى من كده انا مش برفع سقف التوقعات بتاعي عشان ما احبتش نفسي لكن انا عايز وانا بيشتغل ابقى ماشي بمسيرة الواحد في المية ده حيحصل بعد كده وعد سنة اتنين خمسة يبقى شيء تاني لكن لابد في المسيرة ان انا اعمل الف وبي وجيم فانت حدد لنفسك في مسيرتك ايه عشان توصلك لهدفك اللي انت ممكن توصل له في حياتك ممكن يصل له الجيل بعديك بعد انت ما ربنا ايه يعني تولنا برحمته جميعا لكن ما عودش بقى في البيت ما عملش حاجة ويجي للاحباط من الناس دول ربك انا وانا دوقتي انا بني وبينك مثلا خمس سنين في عمر بس خمس اه هو اكبر طبعا هو اكبر في المقام كمان لكن المشكلة ايه ان انا عايز مايجيش يوم لما انا ساب حاجة الناس تسمعها بغد النظر هي ايه هي معتبر ده زكاة علي انا انا ما عنديش فلوس مثلا ما عنديش قدرة ما عنديش شعبية ما عنديش كذا لذا كلا بسيب حاجة تكون دي بالناس الا من ثلاث علما ينتفع به قد يكون في الحديث اللي التعامل النهاردة وقرأكو دي كلها ناس بتسمعها وناس هتاخد رأيك او رأيك او رأيك او رأيك ناس هتحس ان في ناس بتناقش قضاياها ناس هتحس ان في ناس لسه مهتمة ربالك فلما ننزل لمس لايه الاشياء اللي بيقولك ما تعملش حاجة اقوله كذاك ملاخير انا هعمل ما استعناقوم به عايز يعمل سينما هادف ليه لا ليه لا يعني مصطفى العقاد لما راح سوريا لما راح لوس انجلوس وهم عنده 16 سنة ربالك وعمل فيل مين او ثلاثة يعني الى الان السينما العربية والاسلامية مش قادرة تعمل زيهم ولو اطال الله سبحانه وعمره لكان هعمل كذا وكذا 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 الى اخير اصبح الدراما دلوقتي هي جزء من رفع الوعي وجزء من التعليم شوف انت مسلسل زي بتاع ارتغرل تفرجوا عليه مصطوف عليه فالناس بتفرج عليه السنة الخمسة والستسة والسبعة في مسلسلات بالطريقة بتديك القيم والاخلاقيات في مسلسل ما بدلكش اي حاج فانه هدف محدد انت هدفك محدد في افريقيا انت هدفك محدد ان يشتغل في اين في اشتبيكي مني انا بقى حتة تانية انت قلت ايه رفع الوعي اصعب هدف ده اصعب هدف ان ترفع وعي الناس وتغيرهم من مرحلة لم مرحلة عايز مين عايز اعمل جوجل هنا وانت عايز تعمل ايه انت اورن بف ده بيعمل ايه ده انت عايز تعمل فلوس امتاز قول انا عايز ابقى عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف بف اوورنا عبد الرحمن بن عوف كويس كله 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 ميسر لما يخلقها لهم. وانت هدفك ايه في الحياة? ها? ما انت تكلم في التليفون برا? عايز ايه بقى في الحياة? لا. ايه هدفك الناس عايز تعمله? خلصت انت الدراسة دلوقتي. وجيت هنا هو وعايز تعمل شيء. ايه الشي اللي انت لوقت بشتغل في مؤسسة خيرية? بعد كده. عايز تعمل مكتام مدري. في التخصص بتاعها واضح وانا مش واضح. مش واضح. انا لما سافرت بريتانيا ما كانش عندي هدف الا ايه? انتو عارفين الدكاترة في حد فيكو دكتور هنا. اما بنتخرج احنا لما اخذ الدكاترة يعني. يعني عندهم خمس عين. ايه الخمس عين دول العمارة والعربية والعروسة والعزبة والعيادة. دي الهدف بتاع الدكاترة كلهم كان هدف معفن يعني. طبعا لازم بيكون فين عروسة من غير عروسة مش هيحصل حاجات دي كده. ما تخلصت خلاص كده? لأ لسه شوية. فاقبلك. يا بازم ده خلاص خلاص. هناك كنت متخيل ان انا هشتغل في العمل انساني? ابدا. 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 رايع علشان اخد دكتوراه. وسقت في الزمالة. الحمد لله. وما كملتش الزمالة. وربنا جاب لي دكتوراه. وكت فاشل برضك. خدتها في ست سنين. او اكتر. وربنا في الاخر يعني بيقول لي انت خدت الدكتوراه دي. عشان انت اشتغلت في العمل الخير. فكان ربنا سبحانه وتعالى الداني الدكتوراه. مكافأة ايه? انا انا اصلا لما سافرت ما كانتش في مخري. انا كنت في مصر ما يعني كنت كنت حليوة. كنت بلبس اباقيب خشب. الخشب? اباقيب الخشب ده. تعرفوش تلبسوها انت. بتدرب بيه ده. المهم يعني اخبرك فما نبص الحاجات زي كده هو ما كانش يعني هنا. لكن لما جيت هنا بفضل الله سبحانه وتعالى. وربنا يسر لي. ربنا يسر لي. فأصبح فيه هدف كبير. كان في الاول عمل انساني. دلوقتي عمل ايه؟ عمل مناصرة. اللي هو المناصرة. المؤذرة. عشان تدفع عن حوق الفقراء. عشان تبني مجتمع مدينة انت عايز تعمل. فالهدف بيتغير. وبيكبر معك كل شوية. فارجوكم واتوسل مجتمع خسر منظر كchangingه. باكر المisure use. كده يوليكم ويتعايشوش بد频 غير هدفء. بغض النظر على الاطلاق. بخطر النظر على اطلاق. بغض النظر على الاطلاق لابد يعيش بهدف ديني مرة واحد. لابد يعيشيكون عندنها ارسالة. ديني مرة اتنين. لابد يعيشيكون عندنا دور دفع. إن شاء الله الدور ده على مصطوع الحارق اشان steak عالش الناس لو مش قادرين ايه اشتغلوا في الشارع. ده بدي يعيش نعيش وكون عندنا مهمة. يبقى مهمة وهدف ورسالة ها ودور. ورؤية. اصلا ما كان بيقعد. بيقول انا ارى قصورة قصرة وقصورة كذا وكذا. هو قعد فين? هو قعد يعني شافهم فين ده? صح ولا غلط? رؤية. رؤية ونقاء صريرة الى اخرى الى اخرى. فنختم بان احنا مش عايدين نكون نظريين لكن عايدين نكون عمليين. واحنا بنحاول ننقي نفسنا ها اني نحط لنا هدف. وكل يوم نرجعه. اختم واقول في حاجة ايه? لما جاءنا اه 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 قلتلك الموضوع ده قبل كده مش عالفه لما قلتوش. لما قلتنا قبل كده لما كنت في برمنجام في كله الطب. حابة تبني ما اه 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 فيتر يعني ايه مسرح. القارة محاضرات. كان الكرسي زي كده بألفين جنيه. فاحنا اشترينا عشر كراسة يعني بعشرين ألف جنيه. كلام ده حالنا 14 سنة او 15 سنة. بنلينا هدف واضح جدا. ان نضع اسماء كل المسلمين العلماء المبدعين على كل الكراسة دي. وضعناها. علشان يعرف العالم ان احنا بنحيي ذكرى هؤلاء العلماء. اللي عملوا ايه? اللي هم انجزوا. بعد ما ماتوا بألف سنة. بعد ما ماتوا بألف سنة. فاني نفسي ان كل واحد فيكو ينزل لنفسه فيما قدم للعالم. بعد الف سنة. واين سيذكر اسمه او اسمها? بعد الف سنة. متقابل مع بعض? بعد الف سنة? هتعملنا ايه بقى في البيت تبخلنا? هتبخلنا بقى? ها هتبخي ايه? يا ستة هتبخلنا قابلك هنا في الدنيا. مش سيدنا نوع عشر 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 تشبه خمسين سنة? يدعو بس. فبالتالي انت لابد يتفير بأثر. المؤمن لابد يسيب أثر. لابد يكون له أثر. وأثر ملموس. وأثر يراه الناس ويسمع عنه ويستفيدوا منه. واضحين يا شباب. والضلط. طب. كزاكم الله خير. يوسف.